ترجمة نانسي قنقر 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 مؤكدا سموه على أهمية استمرار التنسيق والتعاون المشترك البحريني الكويتي وذلك بما يصب في تحقيق المصالح والأهداف المشتركة وتم خلال اللقاء استعراض آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك وسبل توطيد التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين على الصعود كافة من جانبه أعرب معالي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ووزير الداخلية في دولة الكويت الشقيقة عن بالغ شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لما يبديه من حرص على مواصلة تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين والدفع بمساراتها نحو مستويات أكثر تقدما متمنيا لمملكة البحرين دوام التقدم والاستهارة ترجمة نانسي قنقر